أكد سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أهمية المعسكر التدريبي الذي قام به فريق قرطب الإسباني في مملكة البحرين في الترويج للمملكة وما حققته من نهضة شاملة في مختلف القطاعات بما فيها الجانب الرياضي وأشار سموه إلى أن من بين المكاسب التي تحققت لهذه الزيارة رفع المستوى الفني والخبرات للعبين الأندية الوطنية الأمر الذي سيعود بالشكل الإيجابي على مسيرة المنتخب الوطني وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة انتهاء معسكر القرطب الإسباني وضعنا خطة لاستضافة العديد من الفرق الرياضية المعروفة على المستوى العالمي وذلك بهدف الترويج لمملكة البحرين وما حققته من إنجازات باهرة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حافظ الله ورعاه علاوة على التركيز على نهضة البحرين الرياضية وما تتمتع به المملكة من مقومات عالية جعلتها في صدارة الدول المستضيفة للبطولات والفرق الرياضية المختلفة وتبع سموه أن زيارة الفريق الإسباني تأتي متوافقة مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي تهتم كثيرا بالترويج للمملكة عبر الرياضة باعتبارها وسيلة مثالية لإيصال رسائل مملكة البحرين في مختلف المجالات وتأكيد مكانتها باعتبارها عاصمة الشباب والرياضة وجعلها في دائرة الأضواء العالمية هذا وكان فريق قرطب الإسباني لعب مباراته الودية الثانية وتعادل مع الرفع بهدف لكل منهما فيما فاز على الخالدية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراته الأولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر